عايزة حراك على طبعا هسألك على نجوم الفريق زي الشريف وقفشة وخلافة بس لازم واحد ياخد حقه في الفريق الفترة اللي فاتت وفي المراد نهائية كمان اكرم توفيق تطور مذهل وتواجده في مركز الزايل اي من اللي هو مش مركزه يلعب فيه ويقدي فيه بالشكل الرائع ده رايح حراك ايه في اكرم توفيق اكرم عنده يعني بدنية مش موجودة عند حد وهي الانقضاط والانقضاط ده جاي من الباور اللي يتقوى المزه بالسرعة في الانقضاط السريع على المهاجمين دي موجودة عنده ولذلك دي بتبطل كثير جدا من مهارات المهاجمين اللي ضده وشوفناه قد ايه بيستخل السكولات عاش بيقدر يفوت منه بسرعة كويسة نمر دي اتنين برضو شارب في التحركات يعني هو بيجن مسل يروح طاب مرقص ومتبت في الارض في واحد ممكن يروح مرقص ترئيسه وجسمه يتطوح لا برقص بالشكل باليمين يعني باليمين ويروح عملها باستمال داخل الثمانتاشر يعني ابتدى حتى الكورة تزيد عنده نتيجة الدرجات البدنية العالية عنده اللي هي بتكلم عليها الباور اللي يقول ماذا بالسرعة اللي هو الانقضاط الستارت في الجاري او بيجري مع واحد وبيجري بيعمل تاكلينج في الآخر كل دي مواصفات موجودة عنده هو فرق معاه ان هو ابتدى يتفهم مركزه وتمركزه فيه نحة الدفاعية كورة في الجنب التاني انا بتمركز ازاي كورة في الجهة بتحتي بتمركز ازاي بالنسبة ليه المهاجم اللي قدامي او تغطيه على الخط كله لو كورة من الناحية التانية دي كانت بعيدة شوية عنه لان هو بيلاعب في نص الملعب بالسمرار انا ما دي اكتسبها في الفترة اللي فاتت اللي اعب فيها واصبح المكان ده بيقدي فيه بشكل عظيم جدا ده لا يمنع ان انا عندي هاني طبعا وهاني حبق عليه الحمل الان لان اه اكرم سافر فاصبح هاني اللي هيلعب في هزي الابراء وهاني لعيبه جيد جدا وامتاز جدا طبعا بس لعندك غناء غناء يعني غناء ده وكان عندك مشكلة انه مفيش بديل محمد هاني اه مكانش مجلع وانا ما يصاب ما تلاقيش صحيح لكن اكرم الحقيقة ابدع في هزا المكان زي ما بيبدع في نص الملعب وهو اضافة عظيمة جدا لان انا احب اللي عنده البدنية دي صحيح اللي هي الصفات والمميزات البدنية في القوة والانقضاض طفل اكتير معا طيب